زملنا المنصق الإعلامي لمنتخبنا الوطني الأستاذ محمد مراد مراد إزاكي حبيبي وحمد الله على السلام حبيبي أكبر نتلم وبرحب بيب برحب الأستاذ الثالث أهلا بيك أهلا بيك مراد أولا طمنا على أهلا وسهلا طمنا على منتخبنا الوطني ورحلة الذهاب إلى الكويت والتواجد في الكويت وإيه الأخبار يعني كانت للحمد يعني احنا تخلصنا النهاردة الصباح الساعة عشر وربع بتواجد الفهيرة كده للكويت رحلت حوالي ساعة سين ونص وصلنا كانت في تدريب النهاردة الساعة ساعة بتواجد الكويت ستة بتواجد مطف ضربنا على أستاذ نادي الكويت الكويتي يعني كنا أول كان أول ما وصلنا كان وصل معنا أحمد كجازي وصور أحامد سنان مستاري طبعا على الجرد السعودي وشاركوا في التدريب النهاردة اللي كان فيه حوالي ساعة ساعة لعبة هلو مبينين من أسر 14 لعبة حتى طبعا ده ما احنا عارفين محمد صلاح يعني إن شاء الله هيوصل البكرة بقى المستاريكين يعني وإنيني وفوقها واصل وقد ليه دي الساعة حوالي ساعة تسعة ونصف عشر بتواجد الكويت دي الساعة من محمد صلاح من محمد صلاح ومحمد صلاح ومحمد صلاح يوصل البكرة كافينا بقى في السلام لمطرد الكويت وإن شاء الله يعني كان في السابق الخاص بالنسبة لمحمد صلاح كل التجهيزات صبعا خاصة يعني التجهيزات مثل السابق من الكبر سواء المدير الإداري محمد غرابة وكابل شعبان برصاو وكابل مدير عطار مدير التنفيذ الاتحاد الكورا يعني كان النهاردة كانت حاجة كويسة جدا وإحنا نزلين كانت طبعا في جالية كبيرة مصرية كانت موجودة في المطار لإستقبال بس وكانت برضو يعني أكثر من جهة إعلامية موجودة كويسية كانت موجودة لإستقبال بس منتخب مصر الحقيقة كانت ترتيبات كويسة جدا سواء في إستقبال أو الوصول للمطار وحتى الترتيبات الخاصة بالملعب والتدريب وزي ما قالت حضر كانت حمد للتدريب كويس الراجل اللي بدأ يعني زي ما انت عايز كانت تدريبات قدناها كده في الأول كعبت يعني وبعد كده تدريبات أو كومة اللي تكتكية وبعد كده دقسيمة في آخر المرال ويعني ده كان أبرز حاجة في اليوم الأول للمنتخب مصر النهاردة مصدف الكويت الحقيقة كانت فيه اهتمام إعلامي أنا كنت أسألك عن الاهتمام الإعلامي أو كيف ينظر أو تنظر الصحابة الكويتية لهذه المباراة الكبيرة يعني المصنف الثاني عالميا مع منتخبنا الوطني أعتقد اللي هو المنتخب البلجيكي يعني المصنف الثاني عالميا مع المنتخب الوطني أعتقد مباراة كبيرة جدا على الأراضي الكويتية يعني المباراة كبيرة جدا ده ما اعتقدت فيه اهتمام إعلامي كبير جدا كانت فيه أكثر من وطيلة أعلامي كبيرة مباراة في المطار وقت ما وصل المنتخب مصر حتى على وإحنا مش نمترض أكثر من إعلان عن مطش مصر بلجيكا وموعد طرح التذاكر والشركات الخاصة اللي هي بصح التذاكر والمواقع الخاصة بيها وردوك حتى على المبساط والوسائل المبساط فيه صور موجودة للعالمنتخب المصر على أصول طبعا أما الصراح ومحمد الشناوي موجودين صور بيهم والتنويه عن موعد المطش والحقيقة مطش كبير جدا أنا كنت أنت بتلعب ثاني أفضل منتخب العالم بيضم أفضل لعيده في العالم جمال أنتية على أصبتها عن ديبروين وهضرت منشة سرسية وراء مدريد بلجيزة أنا كنت أنت بالمطش فيه يعني إن شاء الله يعني حسك الكلام هنا بيكلمون فيه بلد على التذاكر إن شاء الله يبقى الأستاذ ممترع عن آخره وزي ما ألتكبت أن يعني منتخب بلجيكا هيوصل اليوم خمستاشر للكويت لكن الحمد لله يعني زي ما حضرت كبيرت إن فيه اهتمام كبير جدا بالمباراة وطلعت المباراة في اسم المطش يوم محب مصر والكويت طيب المدير الفني لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتنيز قال إن مواجهة خصم إفريقي من الشرق الأوسط يفي بجميع المتطلبات التي نبحث عنها استعدادا لكأس العالم دي رؤية روبرتو مارتنيز كيف يرى روي فيتوريا هذه المباراة يعني طبعا هو روي فيتوريا طبعا عارف من مباراة صعبة جدا مباراة قوي جدا مع متخب زي ما حدر قلت قد تنمون تاني متخب في العالم مباراة صعبة جدا طبعا كان لعب مصرين تدريجيين نايجر و لايبريا والحمد لله قد تكون فيهم إن شاء الله يعني دي تقريبة قوي جدا العيدة دات نفسها عارفة أهمية المباراة وأهمية اللقاء وروي فيتوريا ذات نفسه عارف أهمية اللقاء طبعا بتلعب منتخب منتخبات التجيرة في العالم لكن إن شاء الله يعني عندنا العيبة مميزة العيبة كويسة جدا نسوأ محمد صلاح بنيني تريزيجي شناوي يعني حمد فاتح إمام يعني زيدو عندنا العيبة جدا جدا العيبة بزولات إن شاء الله تقدر تزبط نفسها في موارس زي ده و تضيها و تضيها و تضيها على الفاتر اللي باية إن تفضيات كاف العالم و تضم أفريكا لقد رجاء إن شاء الله يتبع تجربة كويسة تجربهم و إذا بإذن يا رب إن شاء الله أخيرا ممكن تحكي لنا على البرنامج المنتخب خلال الأيام القادمة يعني هو برنامج يعني كل يوم تدريبة كافرين يعني تدريبة واحدة بس يعني آه أوكي آه تدريبة واحدة في يوم غير راجل وفي التمعات صباحية مع اللعيبة و الفيديو والمباراة الفيديو آه ماتشفات آه ماتشفات المنتخب الجيكا ده ما أنت حضرك عارج يعني بيبقى بيتم يعني تقصية المباراة كده منتخب الجيكا لكل خاصة الدفاع الوسط الحجوم نقاط الكوة منتخب الضعف آه على طول يعني التدريب اللعيبة معظم اللعيبة كافرين يعني يعني ده معظم الجدول للفتر اللي جاي في قدم ماتش الكوة ان شاء الله في النهاية ان شاء الله نتمنى ان نمتش ليه باسم كل مستوى نقدم كورة وحالة وكورة في باسم وكل عربي ان شاء الله يا رب ان شاء الله أنا بشكرك جدا زمينا محمد مراد المنصق الاعلامي للمنتخب الوطني الاول طمننا على كل الامور الخاصة بمنتخبنا